مرحبا بكم. دعونا نقوله أول حاجة أول شيء أبجيكتفة دابار لتروى بوان. كما نقوله كيف تكلمت مع الجوار قبل الماتش في الرهينيون. قلنا اليوم الكلوتور متاع الميكرو سيكل هذا اللي فيه مشاعري دابار لتصوص من جيد تقرير في النشيق في حاجة أول وصحة في بوان. لذلك كيف تتعرض لتقرير فعلا كمتاعي في منطقة مخافرية كلها وحاجة إلىعطة التنسيزي مطلق. أولاً كيف تتعرض لترهي في ليس للتقرير في مشاعب؟ ودائر حتى بعد ما ربحنا الفيس قلت للأولاد أنا باونكور تروازيام ما زال ماشي صعيب كونتر إيكيب محترمة اللي عنده مدرب محترم جدا اليوم شوفنا معناها المغرب الفيسي قدم مبارات بطولية وقلقنا حتى بعشر اللاعبين على كل هذي اللون الموتيفاسيون الثانية كنوا نعرفوا أنه نعطي بركانسة في بريسك تسعة سنين دفواي 2015 ما ربحوش المغرب الفيسي دونك حاطيتها بورلي جوار بشكونوا موتيفهي و الحمد لله وجه اكتفتنا ممسي كل عادة في الماتشوات الكل فما البيه وفما الوبان وفما الومانبون صحيح الفترة هذي الكل فيها الصعيب وفيها الحاجات اللي استفادنا منها فاش استفادنا أنه كنت أقرب أكثر بورلي جوار الأكثرية الوقت كنا ديما وستاج في كونسنتراسيون دونك كانوا بزايد دي رينيون ونصلحنا فيها برشة حاجات وقرب الماتشات اللي بعضها في وقت زمن قصير خلاني نعمل ترنوفر ونشوف بريسك تولي جوار بريسك يقولو كاترون ديزويت بورسان شوفت للي جوار وهذه كالحاجة اللي تعطيك انتباع وتشوف فكرة على اللاعبين الكل فما اللاعبين اللي كون في الانترنمان مان في الماتش مان بان فما العكس دونك نجمو قولو نخضير فكرة على بعض اللاعبين وبالنسبة للأوبجكتيف تعرف لأوبجكتيف ساعات يتغير مع النتائج ومع الرندمان ساعات تشوف نفسك بتاتر أحسن اليوم خلينا نكونوا كلاير نحط بركان تلعب لترازن بلاس وطلعب على الكوب دي ترون وطلعب على الكاف لنك نسايلوا ماكسمام دواجكتيف وربي وفقنا نخذوا ماتش برماش برماش ووبجكتيف برماش مغير ما نهبلو ويسورتو ويبليز أمبرطان إن شاء الله لو معناه دوبلاسور هذا محاجة إن شاء الله يكون عانا لإفكتيف منتعنا كامل على الغالف الوجهيكتف هذا وي سيفري خاطر لانتام دواجكتف تقلقنا كانت الكورة عند المغرب الفاسي كان فما انسانتينال نعرش اسمه ولكن رقم 50 هو اللي كان احنا نلعب وانكات انا كات انا توجور ان اتي ان رتار برابور اسي جوار ولي هو توجور ياخذ الكورة ويعمل لوريانتاسيون ويالعبلنا في الانتربال دخلت مع الجوار قلبنا وانكات دو تروعان وحطيت له مرابط بشمعاش يخرج الكورة قلقونا في الجوالان عندهم دي جوار اللي ربحوا لدوال الوفنسيف اي اوسي لدوزين بال وصورتو عطينا بكو تفوت للأدورسير عطينا دي كادو انار مع شوية قلت في بارانتاز فما دي صفوت تتزفروا وفما اللي احنا ما تتزفر لناش على كل من ناحية اللي بالرتيق قلقونا شوية معنا كنا في سيطواشون كريتيك مي الولاد كانوا واقفين مليح دنك سان پونه بوزيتيف ملغري تعدد البالاريتين كنا الوتور صحيح بل كن صحيح مرح اوه وي بتاتر ما انا ساعة نفهم الجور الاشواء ساعة غالطين سفري انه نهربوش من الحقيقة والليزم من نواجه ويزم نصلحو ولايزم نصلحو يمكن التعب مع شوية تيح الكنسنترسيون بالنسبة للبرودي ما نحبش نكون قاسي عليه كان بعيد بارشا على الكمبيتسيان سيان جوار تالنتيو اليوم يلاراتي لانترائي متاعو خاصو يصلح ويخدم على نفسه ويسو كونسنتر ويعرف انو الفرص معناه ما تكونش سهلة خلي ما نقولش لاراتي ساشانس لا بالعكس نعملو لو إحاطا ويخدم خاطر حتى سور لبلان فيزيك اللي تيبا وتوفيس على معناه اتعب انشاء الله عندنا الوقت وانشاء الله نصلح وليزم تصلح صحيح مرة ويبتاتر مايانا ساعتنا فهم الجوار الاشواء ساعت غالطين سيفري نعربوش من الحقيقة وليزم منواجه وليزم نصلحو وليزم نصلحو يمكن التعب مع شوية تتاح الكنسنترسيان بالنسبة للبرودي ما نحبش نكون قاسي عليه كان بعيد بارشا على الكمبيتسيان سيان جوار تالنتيو اليوم يلاراتي لانترائي متاعو خاصو يصلح ويخدم على نفسه ويسو كونسنتر ويعرف انه الفرص معناه ما تكونش سهلة خلي ما نقولش لاراتي ساشانس لا بالعكس نعملوا لوئيحاتها ويخدم خاطر صحت سور الكلان فيزيك اللي تيبا وتوفيس معناه يتعب انشاء الله عندنا الوقت وانشاء الله نصلحو وليزم تصلح شكرا لك بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسادة الصحفيين وانشاء الله صاحب توركم فيما دخولوا بالنسبة للقراءة كانت قراءة قبل ورقة الحمرة وقراءة بعد ورقة الحمرة نحنا نعرفه فريق بركان ودرسناه وخاصة في الفترة الأخيرة بدأ يرجع في فورما خاصة عنده حركية على مستوى وسط الميدان والهجوم دونك حضرنا المباراة تاكتيكيا كنا حاضرين معناتها بشنا ناخدوا معركة وسط الميدان وفكيناها صارت غلطة على اثرها صارت ضرب الجزاء بالمناسبة مع تزوزه داف اللي قبلناهم على كورات ثابتة واحدة ضرب الجزاء واحدة كورمير عما في اللاعب تقريبا نحاولنا باش نرجع للملخص متاعي بعد الورقة الحمرة نحب نشكر اللاعبين للي حاولوا بش يطبقوا الحاجات اللي قنام خطر نغيروا نسميها تاكتيكو موفمون معناتها ونحنا نلعبه مرة يكونوا بتلاثة في المحور مرة نكونوا باربعة لتالي معناتها نلعبه أربعة أربعة واحد ونغيره ونرجعه مهاجم بشيخه الفحلي في الكلوار ونوليه ثلاثة في المحور وكانوا مضبطين معناتها تاكتيكيا ما كناش خايبين فيزيك ما وزادة بدانيا زادة الولاد حاولوا بش يعطيه سير بلوس متاحه النتيجة في الأخر مع الأسف ما كانتش لصالحنا هذا الماتش الثاني معتش الأول زادة كيف كيف اللي لعبناه قبل مع التوارقة زادة كيف كيف ما نسحقوش معناتها نخسروا ثلاث نقاط متاعنا اليوم مبروك البركين حظة وفر ان شاء الله المغرب الفيسي شكرا على سويل هو ذي مبارات منقوصة معناتها تقريبا كنا نجم ونحنا ناخذوا بها تنفيسا نقوله ناخذوا راحة لو جبنا منها نقاط ما وفقناش ربي لكن نزيلوا فم مباريات نزيلت مباريات معناتها تنجم تاخوا منها نقاط فم مبارات قوية وفم مبارات أقل قوة فمت لكلهم نحنا بش ناخذوهم على نفس المستوى نحاولوا نجيبوا الفوز على الأقل في تاثم مباريات والباقي نجم نجيبوا فيهم تعادل هذا هو الوبكتيف متاعنا والفرقة معناتها أنا نقوله نزيلت ما لقيتش الوقت بش نخدم معناتها نزيلت كيبديت عملت تقريبا حصتين مع الفريق وحصتين قبل مبارات تنجى معتها في البطولة وتخلي رمضان نعرف اللي رمضان زادة كيف كيف يزنك تارك فاش نجم توفق في الشوء المعام نحن نحاولوا بش نأخذوا أكثر وقت الممكن لسبوع هذا أطول شوية بش نجموا نخدموا بش نكونوا حاضرين بش نكون مبارات كاس نحضروا بها زادة نحن عاننا لبجيكتيف بش نمشيوا في كاس العرش إن شاء الله والمبارات الجاية لبطولة إن شاء الله تشوفوا وجه آخر ما أقوى من هكا من المغرب الفاسي اليوم شوفنا الولاد مقصروش بعشرة لاعبين وكانوا متميزين وكانوا في الديويل كانوا حاضرين وجبنا التعادل ونحن نقصين وكنا النجم ونجيبوا فرصة أخرى ما وفقناش ربي اليوم إن شاء الله في المباراة الجاية شكرا لا أشوف في كورة القدم أو النتيجة أحياناً ما هيش مقياس للرندمو نشوفوا مثلاً مباراة توارقة كانت خطأ خطأ معانتها متاع التماز كيفاش التماز باع 15 متر معانتها هدف بصراحة أنا بيدي قعد نقطة استفهم وما نحبش ندخل في التحكيم أنا يخدم على روح وربي عين ونحن نحترمو الناس اللي تخدم لونك معانتها إن هزمنا هزيمة تقلق تقلق خاطر ما هيش تكتيكياً ولا فريق أقوى منك في الهزيمة بيننا اليوم الهزيمة كانت كونوما إش نعطي في أعضاء رمى هذا كهو معانتها تلعب ناقص وضد فريق معانتها كما نادي بركان فهمت أكيد وصلنا وسجلنا وجبنا التعادل وكنا نحب ونطامعين في الفوز دونك على كورة ثابت أخذينا الهدف الثاني إن شاء الله ذو ما حاجات يزوم بتصلحوا فهمت أكيد سؤالك في بلاستو بالضبط معانت هزم تنخدموا على النقاط اللي كانت فيهم الخلل باش معاش نقبلوا هداف من الطريق هذيك أنا معانتها نقول لك طريق اللعب اللي نحبها أنا كونو أنا عندي ثقافة اللي نجيب السفر ما يدخلش في ديبيوت هذيك أهم حاجة باش الفريق حتى الفريق اللي يلعب ضدك يحسك اللي انت فريق واقف صحيح وقوي ما نجمش يسجلك هذي اللي مقلقني برشانة فهمت هذا اللي باش نشتغل عليه إن شاء الله صحيح كلامك في بلاستو هو كونه المجموعة الكل تحس الفريق هجوميا وسط مريقل فهمت يزموا شغل على الناحية الدفاعية مش كدفاع أنت كمجموعة كاملة كيفاش المنظومة الدفاعية يزمها كيفاش تتصلح البلوك متاعك كيفاش يزم يكون الطريقة التمركز تطريقة الضغط هذوما حاجات الكل يزمهم يتصلح يزمهم وقت وانتي ما يقول لك انت طوي كنت نحكي على الوقت ما انت ما كانش موجود مش نجم انت يتصلح لاشي هذي إن شاء الله بالوقت ما نحنا نزال فهمة سيماتش هذوما على الأقل بخلاف كاس العرش بإذن الله باش أنا متأكد خاطر فهمة الكاليتين الفيلم لاعبية موجودة وفهمة كما يقولون احنا المساج يتعدى واللاعب يحاول بشي يطبق نوك هذوما حاجتين مهمين تنجم تخدم عليهم بإذن الله يتحسن الفريق وما عادش يعمل الأخطاء اللي يسبق له وعملها مقبل على كل حال انتي فرصة ذي أخ العزيز فرصة انتي ذكرت أخونا طارق بالمناسبة نشكروه على العمل اللي قام به انشاء الله ربي يوفقه مع المنتخب الأولمبي وعملنا في باريس كما عمل وليد في قطر انشاء الله يفرحونا الولاد هذا نسكر القوس بالنسبة لطريقة اللعب رو انتي واللاعب الموجود أولا الكاليتين متاع الملعبين الموجودين أنا خديت معتها لترامو مارش نتصور المدرب الذكي هو المجيش يقلب كل شي يحاول بشي خلي بعض الخوابت ودخل الافكار متاعه شوية بشوية بالوقت ويبدأ يصلح في عشياء حسب الافكار متاعه حسب الان شنو نحب لونك هذا ما يزموش يكون بروسك مش ما تصير شكا سور كبيرة يزمو بشوية بشوية نحن نصير البلان بداجوجي نعرف وهذا ندخلوه بشوية بشوية بشالفريق يبدأ يمشي معاك ويتفهم الافكار متاعك ويبدأ يطبق وهذا عشي أنا قلت قبل طوى في السؤال اللي قبل وقلت رأو شوية وقت مع المجموعة هذه بإذن الله أما الوقت مش كل بتعتق تاخد شهر خاطر البطولة تجري طوى إزم مزال السيسماتش إزم تتعود ترجع تقفل الساقيق وتجيب النتاج وبإذن الله إن شاء الله المستقبل المغرور الفاسي أحسن من اليوم